هناك حكم قضاء تاريخي في بريطانيا أستاذ جامعي دافيد ميلان أستاذ جامعة بريستو الذي فوصل من الجامعة في 2021 بتهمة تصريحاته أو مواقفه المعادية للنازية ناقدة للصهيونية ناقدة للصهيونية فوصل من الجامعة وصدر في حقه حكم تاريخي أنه مسموح يوم الاثنين صحيح صحيح الذي حصل هو طبعا في عام 2021 لا والذي حصل ضده أمر قبيح أولا هو أستاذ بروفيسور بروفيسور في جامعة بريستو يعني رجل صاحب مكانة علمية معروفة والحقيقة الذي اتهموه به هو مجرد التعبير في درس كان يتكلم عن الأفكار المختلفة فاتهمه مجموعة من الطلبة اللي هما ينتمون إلى الجوش ستودنس اسوسييشن الاتحاد الطلبة اليهودي في الجامعة رفعوا شكوة لدى الحاخام اللي في المدينة السينيغوغ لوكو السينيغوغ اشتكى عليه كبرت المسألة صارت فالجامعة قررت إيقافه ثم بعد ذلك فصله عن العمل هكذا هو حول أن يشرح لهم أنه الأمر ليس هكذا كان في طلبة معها أرادوا أن يشهدوا له أنه ليس الأمر كما تهم الجامعة خلاص سكرت لأنه تلقى توامر الجامعة تلقى توامر كان من الواضح بمكان استأنف القرار كما هو حقه استأنف القرار في عام 2022 مثل هذا الوقت في فبراير 2022 رفض الاستئناف يعني الجامعة كانت مصرة أنه ما في مجال ويعني طرد بشكل مهين يعرض حياتي وسيرتها الأكاديمية كلها للتشوي وهو في الحقيقة يعني هو كان يعبر كأستاذ جامعي اللي طلبته يعني يدرسهم في الدرس فالأمر كان فيه خطورة فهو اشتكى عند الـ اللي هو التحكيم لجنة التحكيمية تتعلق بحقوق الموظف والمسال وكانت تحقيق على مدار ربما شهر كامل شهر كامل يعني في شهر داعش تقريبا من بداية إلى نهايته هي الجلسات كانت يومية وكانت تنزل يعني في لايف ستريم القرار صدر يوم الاثنين والقرار كان أنس يعني القرار كان أنه يعني هو أفكاره وقناعاته التي هي مناهضة للصهيوني وهو بالمناسبة هو يعنى عن نفسه بشكل كامل أنه هو ضد الزاينزم ضد الصهيونية أنها هذه تعتبر ضمن بوتقة الأفكار الفلسفية التي من حق الإنسان أن تكون لديه لا في الدكتور أنه طبعا تدرر بسبب ماديا طبعا وكان هناك كان هناك موالد مساعدات لدفع كما معروف بريطانيا أتعاب القضاء عالية بمئات الآلاف يعني هما دمروا المنظومة الإعلامية يدمروا التعليمية والقضائية والتعليمية للاسل يعني سوف عندما نقرأ عن محاكم التفتيش هما كانوا يفتشوا على إيش هذه المحاكم التفتيش من جزء أفكار الناس أفكار الناس أفكار الناس واللي كان ما يريد أن يحول فكره أو حتى حتى يذكر أنهم كان يبحثون عن ماذا يفكر في داخل عقله وفي بيته نعم ويذهب ويقتلوه هذه الطريقة أنه والله الممنوع تنتقد الصهيونية طيب أنا أفهم أنه أنا يعني قصة مثل أديان واحترامها وعدم التجديف بشأنها اليهودية الإسلام طبعا إسلام مباح الآن كل ينتقدوا لكن اليهودية مثلا أو النصرانية أو غيره حتى النصرانية مباحة هي الشيء الوحيد أنه اليهودية هذا مفهوم لكن أنه أنت حركة الصهيونية يعتبر أنها حركة أنصرية أصلا كان في هناك قرار في الأمم المتحدة إلى السبعينات إلى لا إلى ألفين وشيء يعني ألفين لا لا لمطلع التسعينيات مؤتمر مدريد وأوسلو كانت القرار من الأمم المتحدة بمساواة الصهيونية بالأنصرية لأنها تقوم على أنه الأنصر أنه هذا جلب اليهود العالم وتوطينهم في فلسطين وسلب حقوق الآخرين هي فكرة عنصرية وبالتالي كان هذا التصنيف ساعها وسبب التراجع عن هذا القرار في الأمم المتحدة هو العرب لأنه السادات عمل سلام بالضبط مع الإسرائيليين في كام بيفل وياسر عرفات عمل سلام في أسلو وذلك الآن وذلك الآن محاولات الموجودة في هذا البلد وفي غير البلد الغربية أنه والله أنه ممنوع أنت بعد شوية بحاول أنه ممنوع تنتقد الصهيونية وإذا أنت رفعت الصهيونية وأذكر في هذا المجال في مظاهرة قبل يومين في مظاهرة قبل يوم أحد الإخوة كان رأى فألافة كاتبة بخط يده وأنه بقول أنه الحكومة البريطانية خادمة عند الصهاينة هكذا تجمع حوله مجموعة من البوليس سبعة ثمانية من الشرطة وحاطوا فيه يريدوا أن يعتقلوا قلهم أنه هذه ليست مخالف القانون شوف تخيل أنه بسط المرحلة أنه حتى جاء قائد الشرطة وقرأ اللافتة وقال أنه لا ما فيها شيء يعني حتى الآن ما فيها شيء وأطلق صراحه المقصود أنه حركة المقاطعة ممنوعة قاطعة هي حق طبيعي أنا ما بدي أشتري أخي أنا ما بدي أشتري ما بدي أشتري هذه البضاعة حق المقاطعة ممنوعة مثلا انتقد الصهي الممنوعة أما أنت تنتقد الملك مثلا شارلز بسموح تنتقد كل الأديان بسموح أبو أنس فيه سبب مهم جدا مثلا تشوف أنت هاي الجامعة في بريستول كيف أصرت على إنهاء عقد هذا الأستاذ وفصله وظلمته هارفرد وإيش عملت فيه رئيسة الجامعة شأن التمويل شأن التمويل وهذا مهم جدا هذه الجامعات بالرغم أنها تتقاضى رسوما مرتفعة من الطلب وأحيانا خيالية إلا أنها تتلقى دعما من مؤسسات وأفراد صهاينا أسف بالملايين إن لم يكن بالمليارات نعم وهذه التبرعات تستخدم للابتزاز ولتكريس النفوذ وشوف يا حسر على المال العربي أين المال العربي لا يستخدم في إقامة مثل هذه المراكز أو لا يا رجل لا يا رجل ويا حسر على الطلاب العرب اللي هذه الجامعات زي بريستو مثلا فيها أنا أعرف المئات إنهم يكون ألوف الطلاب العرب الذين يأتي ويدفع الرسوم مضاعفة ومع ذلك ليس لهم كلمة واحد أو صوت واحد طيب لماذا لو كان في عندنا في العالم العربي ولا في هنا سفارات عربية تقوم ولا روابط العرب حيث إنه الجامعة التي تفعل هكذا تحرم من الطلبة لا يدفع تحرم من أن يأتي الطلبة ليس هكذا فقط نحن نريد من الحكومات العربية اليوم أن تتوقف عن دعم الدولة الصهيونية هذا الذي نريد تكف شرها عننا نعم تكف شرها عننا تكف شرها وهي حقيقة اليوم نحن نتكلم عن فتح خط بري لإنقاذ الكيان الصهيوني اليوم نحن ما نتكلم عن أن يا جماعة تعالوا دافعوا ادفعوا لهذه أنا أظن بأنه هذه الدول العربية اليوم لو كانت موجودة في هذه الجامعات حاضرة في هذه الجامعات بمالها سيطرد يمكن أربعة أو خمسة زيادة من هؤلاء المعلمين يعني الذين هم يعادون الصهيونية اليوم نحن أمام مشكلة حقيقية نحن اليوم يمكن تكلمنا أو ركزنا على البي بي سي لكن حقيقة الدول العربية اليوم هي أنا لن أقول كل الدول العربية سواسية لكن أتكلم عن دول مطبعة خاصة رقم واحد والدول المقبلة على التطبيع والتي صرحت بأنها يعني ما بقي لها إلا يعني قريبة جدا وكان كادت أسمون لو لا سبعة أكتوبر يمكن هي كانت في وضع آخر فإحنا نتكلم اليوم يا جماعة كفوا دعمكم توقفوا عن دعم الكيان الصهيوني المجرم يا أخي ما يكفي الدعم الغربي هذا كله على أساس أنتو تضحون في الدعم تعرفك تعرفك واحد صهيوني من اللي يعلقون على حساباتنا على الأكس وكذا تعرف يعيرنا فيها لا مش يعيرنا فيها يعيرنا يقول يقول أنت وين أصلا نحن بالنسبة لنا توصلنا مساعدات من الإمارات ومن السعودية ومن الأردن وصلت المهانة في عالمنا العربي أنه بتليفون صغير يغلق محلة أنه اسمه 7 أكتوبر نعم شيء غير طبيعي يعني أنت طيب أنت صاحب المحل بيقولوا غير عنوانه وسمى اللي بالي بالك لا هم يقولوا أنه سمى المحل ما بين 13 و 10 أكتوبر ونتيختار ما تشاء فقصدي هم عفوا المصيبان هم يتبخرون بذلك نعم أنت على الأقل ليس عندك مال ولا خيل تهديم لو تيجي شكوى من الصهاينة أيوة تيجي شكوى من الصهاينة فالجماعة حارسين على صداقتهم مع الصهاينة طبعا فيتخذون الإجراء مباشرة هل هناك أكثر غباءا من أنه أنت تقوم وعلى رؤوس الأشهاد بفعل من هذا الفعل وأنت تعلم أن هذا الفعل يصادم الناس فطرة الناس توجه الناس وتزيد الغضب لا أنت اقتصادم زبطه لا سياسة تقوم فيها لا الناس عايشين باحترام لا دول العربية نعم دول العربية طبعا دول العربية والأردن وفي الإمارات ثم بعد ذلك حتى أنه الناس عبروا أنفسهم بطريق بطرق العادية سمى اسم محل سمى اسم ابنه سمى في ناس باسمالي الآن بتابعوا ممنوع السمي أبو عبيدة يعني في بعض الدول لماذا سمى لماذا سمى ابنك أبو عبيدة نعم لماذا سمى عبيدة إلى غير ذلك كل هذا يدل على أن هذه الأنظمة لا أقول أنها فقط أنها تطبع مع الاحتلال هي خادمة لهذه الاحتلال أصبحت وهي ليست من الأمة ولا تعبر لا عن الأمة ولا عن نبضها أصلا هي مين جابها أصلا هل جابت الأمة هي التي انتخبتها أم جاءت أصلا على دبابة في مصر وبالطريقة أو بأخرى في بلاد أخرى وبالتالي نحن لا نتحدث عن العالم العربي نتحدث عن أنظمة ليس لها انتماء لهذه الأمة ليس لها صلة بهذه الأمة وبالتالي كل ما تقوم فيه هو يزيد الاحتقان وسيأتي ذلك اليوم الذي ليس فيه طفان أبو أنس هو واضح أن هذه الأنظمة العربية التي نتحدث عنها باتت تخشى من انتصار المقاومة في غزة انتصار المقاومة في غزة ترى فيه ليس إضرارا فقط بحليف لها هو الكانس ويوني وإنما ربما على المدى المتوسط والبعيد إضرار بها هي واستقرارها لأن هذا الانتصار يقدموا نموذج دانيس روس قال في مقال في نيويورك تايمز قبل فترة أنه هل تعتقدون أنه أمريكا وإسرائيل فقط سعداء بهزيمة المقاومة في حماس بشكل خاص في غزة قال أنه كشف بأنه دول عربية حتى نتنياهو هو يسمع منهم دانيس روس حتى نتنياهو في تصريحاته الكثيرة يقول أنه إذا انتصرت المقاومة في غزة ويقول بين قسين يقول حماس إذا انتصرت لن يكون متضرر هي إسرائيل وحدها وأن أنظمة كلها هذا اللي بيسمعوها هؤلاء العربان بشكل أو بآخر ما عنده نوع من الحمية يبدو ما فيه العجيب العجيب أنه لاحظوا مثلا بلينكين جاء على المنطقة بعد أظن جاء أو سائتي في نهاية أسبوع جاء أي منطقة على المنطقة لأن منطقة العربية منطقة وين لندن أهل وسائل منطقة العربية بل العجيب أنه أول شيء بيجي في كل جولات بيجي بيقود اللي هو الحرب هذا مجلس الحرب يقود مجلس الحرب عند الكيان يقود ويلف فيها على العالم العربي ما يتفقون عليه وما يقول وما يتفقون يبدأ يروج فيه في كل الدول التي يزورها ويحاول أنه ينقل ما يتفق عليه فيه في مجلس الحرب الصهيوني طيب يا جماعة أنتوا ما فيش عندكم زي ما قال هذاك الرجل لا سمح الله بدكم تحرقوا جيوشكم ولا بدكم تودوا أكلوا وشرب لغزة ولا قادرين لدخلوا دواء ولا قادرين شيء طبعا همش قادرين عندهم مش إرادة يفعلوا ذلك على الأقل احتشموا زي ما بقولوا لا لا احتشموا بحيث أنه لما يجي تطلع تحكي لك كلمة خلنا بالناقشها بطريقة شوي مختلفة بالنسبة لنظرة هذه الحكومات الحكومات كانت مرعوبة من الربيع العربي نظرين صار لها رعب ويعني بانك أتاك يعني صار لها يعني كادوا أن يموتوا اللي بقوا طبعا اللي بقوا كادوا أن يموتوا دخلت في معركة مع الشعوب حتى تعتبر نفسها اليوم أنها انتصرت اليوم أمام نشوة الانتصار صار هناك أيضا الحليف الذي لهذا الانتصار الموجود هو الكين الصحيوني هو الحليف الذي خايف أيضا من ثورة الشعوب هذه التي تنتصر وهذه الشعوب طبعا لن تقبل إذا كانت الشعوب يعني سابقا الحكومات في مشكلة على الأقل معاها شكلية من تحت الطاولة في علاقات لكنها غير قادرة على التطبيع ولا كذا اليوم الانتصار الذي وصلوا له قاعدين هم يجنون ثمارا الصدمة اليوم أن تخرج المقاومة ويخرج صوت أقوى من الربيع العربي يعني إحنا الآن لسه في نشوة السعادة لهذا ويخرج لك نتنياهو في الأمم المتحدة لكي يحتفل بهذه القضية أنه إيش اللي وصلنا له وهي ما بعد الربيع العربي وما حصل بعد الربيع العربي طبعا بعد الربيع العربي كانت هي موضوع صفقة القرن أنها ستتم وغيره وكذا ووصلين إلى مراحل متقدمة حتى صار النموذج الإماراتي البحريني هو النموذج الأساسي لهم فأنا قاعد أشكل العملية بهاي الطريقة مفاجأة أن تخرج لي في هذه اللحظة المقاومة وتغير المعادلة هذه كاملة وين راح الانتصار هذا كله إذن فبالتالي لأنه سحب البصات من تحت أرجولهم بالضبط وبالتالي لما نشوفهم الآن هم متجهين إلى دعم الكيان الصهيوني ضد المقاومة هي هذه الآن العملية أن أوقفوا لأننا خايفين مما بعد هذا الأمر وداعمين حقيقة لقضية إنها المقاومة هذه المناسبة قبل ما وصلنا إلى فكرة مشروع التطبيع على الشاكل الحالي أنا أذكر بحدود عام 2008-2009 كانت في سلسلة لقاءات مع أمريكا مع وصول أوباما لبيت الأبيض ويعني الأمل في أنه يصير في نوع من التغير في العلاقة طبيعة العلاقة بين أمريكا وبين حتى كانت الدوحة تستقبل أمريكا والعالم الإسلامي كان في منتدى سنووي صحيح خطابه أوباما الشهير في القاهرة في جاملة القاهرة فعلى إثر ذلك كان في نوع من التوجه إلى أنه يعني بعض الملفات تسوى من ذلك مع الحركة الإسلامية كانت في عدد من اللقاءات مع دانيس روس أنت ذكرتها دانيس روس وكانت مارتن إندك كان أيضا هو مبعوث ومارتن إندك من أقبح الصهاينة من أقبح الصهاينة كان يعني يدور بين الناس على أساس أنه هو حمامة سلام ويريد أن يوافق بين الناس وكذا لكن في يعني في صلب الصهاينية كان المهم فأذكر في واحدة من اللقاءات طولنا يمكن تسع ساعات ونحن نتكلم في مسائل والكذا والمشعر وكل شوي نحن نقولهم يعني نحن الذين كنا نتكلم في الحريات ونحن الذين كنا نتكلم في الديمقراطية ونحن الذين كنا نتكلم في حقوق الإنسان وهم يتكلمون بلسان المصلحة في النهاية لما وصلنا إلى طريق يعني يعني شبه شبه مزدود يعني أردنا أن نقول لهم خلاص إذا ما في فايدة ف دانيس روس يعني على سبيل النكتة فقال يعني عموما يعني أنا ما أريد أقول لكم أنه هذه كل مضيعة أوقات لكن بالنهاية نحن نحن لدي كل قادتكم وزعمائكم ورؤساتكم موجودين عندنا فيعني ضيعوا وقتكم أو ضيعوا وقتكم مش شكال ضيعوا وقتكم هذا بعد تزع ساعات من الجلوس وإنه دريد نوصل إلى مش عارف إلى وسط الطريق وكذا الحقيقة أي وهم العقلية اللي بتعاملوا معها مع الآخر أنه من أنت حتى يكون لك رأي أو موقف نحن أصحاب الرأي ونحن أصحاب الموقف ونحن الذين نملي ونحن الذين نرسم ونخطط هذه العقلية اللي بتكلموا فيها يعني احنا كل معظم المؤتمرات على فكرة زي اللي أنت كنت أحضرها وليكنت أحضرها أنا فيها بيجوا نخبدهم يفهموا شو اللي بيحصل وكيف نتعامل مع قضايا الشرق الأوسط في النهاية المحصلة واحدة أنه أنت يجب أن تكونوا على استعداد لأن تسمعوا لما نمليه عليكم و و و حقيقة حقيقة القبة الفلاذية التي تشدقت بها إسرائيل والتي كلفت الشعب الأمريكي والشعب البريطاني المليارات هذه القبة الفلاذية حقيقة حقيقة هي هما الزعماء العرب هما الزعماء العرب هما القبة الفلاذية الحمية العربية على الأقل يعني ما حدث مع الأنروا أليست فضيحة كان يمكن أن يكون الرد أنتم لا تستطيعون لمبررات أن تدعموا غزة أو تتدخلوا على الأقل يمكنوا الرد على الأقل أخلاقيا بتعويض التعليق التمويل من قبل الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة و سيكون له صدى على الأقل يعني كم العقلية ربما لسانه حالهم بضعة مئات ملايين الدولارات ربما لسانه حالهم أنه يريحون من الأنروا حتى ما ندفعش هالفتاة الذين ندفعه دعنا نستمر في دفعه يعني العقلية الاستعلائية هذه اللي فضلت بالحديث عنها وأنهم الليدر استعينكم عندنا وما إلى ذلك هذه العقلية الاستعلائية هي لذلك كان مفاجئتها ضخمة نعم وهائلة في موضوع سبعة أكتوبر أنه أنه منهم يعني هم أصلا جزء من المفاجأة اللي فوجئ فيها الكيان الصهيوني أنهم كانوا يعتبرون أنه من هؤلاء حتى يمكن أن يفكروا بمثل بمثل هذا الذي فعلوا حتى أنه الإشارات التي كانت تصل الإشارات اللي هم حتى مخابراتهم وصلت إليها بعض الإشارات أنه يستعدون في غزة من أجل الهجوم ولذلك أخذوها وحطوها في الدروج هذه العقلية الاستعلائية العقلية الاستعمارية عقلية أنه هذا مين هو الطرف الآخر من أنت الآن جاءت هذه الفئة في غزة جاءوا ناس في غزة محاصرين 16 سنة محاصرين موجودين تحت الحصار وستطعوا أن يثبتوا لهم أنه لا فيه في الطرف الآخر ناس ممكن تفكر ناس ممكن أن تقوم ممكن تفاجئ وبالتالي وجدنا ردة الفعل عند المستعلي هذا الغربي وجدنا ردة فعل أفقدت كل معاني التوازن طيب وأننا لغائضون أيوة الآن العجيب في هذا الأمر أنه هذا الطرف أفقدت سواء كان الطرف الغربي أو الطرف اللي هو البيب بتاعهم الطرف الصهيوني أفقدت كل كل معاني التوازن لم تحدث في الأنظمة هذه العربية لم تحدث على الأقل معينها هي وقفة وقفة عزة وقفة رجول وقفة كذا لا ارتعبوا لم تحدث ولا أي نوع من أنواع التغيير على الأقل يوم ما وجدوا البارجات الغربية كلها تتجمع حول غزة وجدوا كل السلاح يذب عند الصهاينة من أجل قضاع غزة وجدوا كل هذا القتل لم يغيروا إلا إلى الأسفل إلى السوء هذا بدل إلى الدرك الأسفل الذي وصل إليه مثل هؤلاء وأنا أتذكر في هذا المقام أنه لما قلنا نقرأ في التاريخ عن الملك الصالح اسمه طبعا مخالف لطبيعته الملك الصالح اللي كان يحكم في دمشق ولما اعتقل العزة بن عبد السلام اللي هو العالم المشهور عدى طالح هو اعتقلوا لأنه اعترض عليه لما كان يبيع الصليبيين سلاح يجوا يشتروا سلاح الصليبيين اللي في بيت المقدس يشتروا سلاح من سوق دمشق من سوق دمشق ويحاربون به ويحاربون في إخوانهم في مصر وفي كذا يعترض عليه فسجنوا ولما أجل يتباهى قال لهم للرؤساء الصليبي ذلك اللقد قال لهم سجنت لكم في الخيمة المجاورة أكبر عالم من علماء المسلمين فماذا قالوا له قالوا له لو كان هذا عندنا لما شرح لهم عنه لنقعنا رجله أو رجليه بالماء وشربناها احتراما له الآن هؤلاء بدل أن يفعلوا ذلك وينقعوا الأرجل هؤلاء الذين في غزة ويشربوا زي مقولوا افتخارا وعزة لا للأسف الشديد أنهم يمعنون في مهانة ويمعنون في السوق وكم من عز ابن عبد السلام الآن في سجون الأنظمة العربية نعم صحيح في الإمارات وفي السعودية وفي مصر وفي غيرها والله امتلأت السجون سنقف على نقطة العقلية اليوم الغربية في التعامل مع القضية والعقلية العربية التي هي كأنظمة الآن يسود في المجتمع الغربي التي تفضلت فيه دكتور هي مسألة أنها لعنصر واحد هذه الحقوق لعنصر واحد هو هذا العنصر الأبيض الذي يجب أن يأخذ كل الحقوق أما البقية ليس لهم حقوق وسبحان الله أن تأتي هذه القضية يعني قضية غزة اليوم بعد قضية أوكرانيا بسنوات والتعامل اللي نذكره في المذيعين الذين كانوا يقول الواحد فيهم لا هؤلاء ليسوا كالملاجئين الذين كانوا يأتون لنا هؤلاء بيض شقر عيون زرق مثلنا وكانت اللهجة العنصرية هذه تعبر عن مكنون داخلي موجود لدى هؤلاء من العنصرية الحقيقية والتي بدأت تتشكل كعقلية العقلية الاستعمارية القديمة اللي كانت تتعامل مع المستعمر على أنه عبد على أنه لا شيء ليس كيان هو أصلا ليس من جنس البشر فإذا أصلا هو حاول يدافع عن نفسه إيش هو هو معتدي أنا اللي لي الحق أن أمارس كل ما أريد إلا أنت طيب العقلية الآن العربية اللي هاي الرؤساء الذين يتكلمون عنهم في شعور داخلي في الدنيا حقيقة أمام الانبهار بالشخصية الغربية هذه والقناعة بأنها هي أفضل حقيقة وإحنا يجب أن نتمثل بهم اليوم مثلا ما نراه في بلاد الحرامين الآن من التفسخ والعري هذا إيش المقصود منه يعني حتى التفسخ والعري الموجود مش على شاكلتنا العرب أنزين هذا على شاكلة غربية بحتة وانتقال إلى هذا الانبهار اللي تكلم عنها ابن خلدون بالانبهار بالغالب والتباعية للغالب إحنا أمام شعور بالعبودية وشعور بالعبودية هنا تجرنا إلى متلازمة ستوك هولم أكيد يعني مرت عليكم اللي هي شعور المأسور اللي خضع يعني بقوة الآسر أنه شعر بأنه هو يشعر بالأمان مع قوة القاتل ويخاف ويخاف يعني الآن هذه الأنظمة العربية خايفة أيضا غير أنها عندها مصلحة في بقاءها إلا أنها خايفة أيضا من النقمة أنها ستتأثر بأنها تطالب بحقها أنها تقول ترى أنا لي حق أن أكون حر لا هي ترى أن وجودها في الظل العبودية هذه يمنحها الأمان سماعها للكلام لما يجي بلينكين ويمر عليهم ويعطيهم النوت كل واحد عنده تاسك معين يسوي لبستك أنه خلصها هذه تعتبر من أفضل الماكل اللي بعد ما يقدمها ويقول ترى أنا عملت كل حاجة يقول الحمد لله ويصبح جزء من منظومة المستبد المستعمر تعرف أكو نقطة أخرى لطيفة يعني الآن خطرت ببالي نحن دائما يعني من زمان نسمع بأنه العرب تحسين صورتهم أمام العالم هو الحقيقة لما يتكلم عن تحسين صورة العرب يتكلم عن تحسين صورته أمام الغرب لا نتكلم عن تحسين صورتنا أمام مثلا الباكستانيين أمام الماليزين أمام جنوب أفريقيا نحن نتكلم عن تحسين صورتنا فقط أمام الغرب فقط هو هذا الأمريكي البريطاني حتى يشوف نحن بشر نسوى يرضى عني ويسوى أنه يعاملني كامسا حتى نرتقي إلى ما فيه هو معنو الغرب